في أي مرحلة الآن المغرب؟ هناك تعامل جد متميز وعلاقات صداقة وعلاقات شراكة تنائية واتفاقيات استراتيجية وصاحب الجلالة يوصي بهذا التعامل على المستوى القاري فبالتالي عرفناه في أوائل تدبير الجائحة لازم سيستمر كذلك حتى ما بعد اللقاح المغرب الآن في أي مرحلة من مراحل تفشي الفيروس؟ الموجة الأولى من المرحلة الثالثة في الموجة الأولى يعني هو تفشي على المستوى المجتمع ولسيما في بعض المناطق هناك تبيان هناك تباين بين المدن يعني فرق ما بين المدن ومدن ليس هناك موضيل واحد يعني ولكن عموما هناك نحن في المرحلة الثانية من تفشي الفيروس وفي تحكم بالنسبة للحالات الحارجة حيث أنه لاحظنا هناك استقرار في عدد الحالات وفي عدد الوفيات في الأسابع الأخيرة تتوقعون أن يستمر الوباء حتى عام 2021 من خلال المعطيات لديكم الطبية وتواصلكم أيضا مع اللجان والمنظمات العالمية نعم سوف يستمر الوباء حتى ما تم 2021 إذا لم يكن هناك لقاح فممكن نعرف انتكاسات أخرى فلا بد البصمة الأمل اليوم التي تبقى لحصر الفيروس هو اللقاح ولسيما أن عدة تساؤلات علمية لازلت مطروحة على أرض الباقع ليس هناك وصفة وليس هناك علاج فبالتالي ما السبيل؟ السبيل اليوم اللقاح الذي يكون هو بصمة الأمل أو إذا لم يكن هناك اللقاح فبالتالي سوف تلاحظون أن عدد من البلدان ترجع إلى الحجر الصحي وهذا ليس محمود وليس محبد نظرنا للعواقب الاقتصادية السربية والمجتمعية هل يمكن التفكير اليوم في المغرب مع ازدياد أعداد الإصابات والوفيات أن نعود مجددا للحجر الصحي الشامل الذي تابعناه قبل أشهر قليلة أم أن الأمر سيكون ما بين إغلاق جزئي وفتح حسب المناطق وتزايد أعداد الوفيات والإصابات فيها؟ نعمل جاهدا على أن لا يكون الحجر الصحي حقيقة وبكل صراحة لأن عواقبه جد وخيمة ولكن رغم الإجراءات الجزئية وبعض الأحيان مختصرة على بعض المناطق وبعض الحواضر أو بعض المحافظات ولكن إذا كان هناك انتكاسة في السبيل يعني الوضع يكون مفروض يعني الوضع يفرده نفسه فبالتالي ليس هناك اختيار إذا كان الحجر الصحي يكون هو السبيل الوحيد فبالتالي سوف يكون هو السبيل الوحيد ولكن نعمل جاهدا لتجنبه قدر ما نشاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر